إذن معنا سعد الدين العثماني اللي كيتواجب بمدينة المحمدية السيد العثماني نكون عرفوا في إيطار زيارة ديلكم المقر الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية بمدينة المحمدية خاصة أن عرفنا مؤخرا كالتردع لمدينة المحمدية شكرا جزيلا هذه الزيارة هي سلسلة زيارات منذ شهر هذه الزيارة اليوم كانت لقاء مع كتاب المحليين الذين هم مسؤولون على الكتابة المحلية للحزب ومع أعضاء مركزيين على المستوى الإقليمي للحزب المناقشة في الإعداد لانتخابات المقبلة وكيف ستكون لائحة الحزب التي لم نحسم فيها بعد لحد الساعة وكان نقاش مع أعضاء ديال الحزب وطرحت عدد من الأفكار ولكن سنحسم فيها في القريب العاجل إذن هنا سؤال لنترح إلى السلع عثماني هل في نية أو رغبة السلع عثماني إن كانت الظروف مواتية لأن يكون وكيل لائحة الحزب هنا بدائرة المحمدية لعقيقة هذا يعود إلى أعضاء الحزب في المحمدية من جهة وإلى قرار الأمان العام من جهة تانية إذن كيف ترى المناخ الانتخابي عموما بعموم المملكة في المرحلة القادمة ونحن مقربة من الانتخابات شوف واضح أنه الآن الجو يعني يزداد حرارة مع اقتراب الانتخابات ونأسف كثيرا لأن نستعيد كنرجعوه وحد الجو اللي عاشتوا الانتخابات قبل سابقة قبل 2009 قبل 2013 قبل 2000 وجوج شيء أما قبل 2015 بضروة أكبر الحرارة الانتخابية منذ الآن ساخنة وأأسف لأن أغلب التهجمات بطريقة غير مهنية في كثير من الأحيان بطريقة غير منصفة في كثير من الأحيان وأحيانا بفبركة ملفات وأكاديب هذا كل موجه ضد الضحس بعدالة والتنمية أنا نشرت عليه أحد الجرائد منذ فترة بأن مدير حملة الانتخابية فلان يتملس من عداء الضرائب عن الخمور وتبأي أولا لم يكن مديرا للحملة الانتخابية ثانيا ليس هناك أي ضرائب عن الخمور ثالثا وقد أوضحنا هذا معلأسف شديد نفس الجرائد لا تنشر دائما بالطريقة المناسبة كما يفرضه القانون التصويب عندما يتعلق الأمر بأخبار غير صحيحة وغير دقيقة لكن في نفس الوقت سنحييه عدد كبير من الصحفيين المهنيين والشرفاء والمحايدين واللي موجودين واللي كينين في منابر إعلامية متعددة كنحييهم هم اللي يديروا شوية الميزان والذين يرجعون الأمور إلى نصابها شكرا جزيلا